موسيقى نشأت ولد ونشأت وسكنت ولازلت أسكن في سار سار هذه تلك القرية الجميلة في نظري أنا نشأت في أسرة صغيرة نواة الأسرة صغيرة تتكون من ثلاثة أفراد من الأب والأم وأنا أنا ليس لي أخوان ولا أخوات أنا من هذا التكوين أصبحت وكنت مهتم من البداية أن أكون معتمداً اعتماداً كاملاً على نفسي الوالد توفى منذ زمن الوالدة موجودة أطلالله في عمرها أنا لازلت إلى اليوم ووالدي توفى من فترة طويلة لازلت أشتاق إلى رؤيته والدي ترك في نفسي أثراً كبيراً إلى اليوم باعتبار الأب لم يكن متعلماً لكن يعني كان يحيطنا بالرعاية والاهتمام وكان يحرص بأن أذهب إلى المدرسة وأن تظن في الدراسة وهذا شكل عندي نوع من يعني الشيء المرتبط في ذهني منذ الصغر أنني يجب أن أواصل التعليم إلى أبعد مستوى إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في مرحلة الدكتورة شيء واحد أريد أذكره بالنسبة للمدرسة الابتدائية هذا لابد من ذكره أن معظم المدرسين الذين درسونا في المرحلة الابتدائية كانوا من الدراس فأنا أدين لهم بالفضل الكبير باعتبار كانت الدراس ولاذة للكثير من المدرسين في ذلك الوقت تعلمنا منهم الكثير ولهم الفضل الكبير علينا في الاستمرار في الدراسة على أحسن واضح رأيت أن من أنسب التخصصات إلى تفكيري أن أدرس علوم فكنت أحب الفيزياء والكيمياء وأنا كنت أحب الفيزياء منذ أياما كنت في المدرسة عملت دون تأخير في لجنة حماية البيئة كانت تلك الأيام لجنة حماية البيئة أول مؤسسة داد تعني بالشأن البيئة في البحرين كانت نواة للعمل البيئي في البحرين فالحمد لله كنا مع الرعيل الأول الذين يعملون في لجنة حماية البيئة أسسنا هذا الجهاز حتى نمى وأصبح فيما بعد جهاز حماية البيئة وأصبح فيما بعد جزءا من وزارة ومن الحكومة أن أذهب للدراسة الماجستير في بريطانيا وذهبت والتحقت بجامعة إيست أنجليا في مدينة اسمها نوريج في بريطانيا وكانت من أفضل الجامعات في ذلك الوقت في بريطانيا والتحقت بالدراسة للماجستير لمدة سنة كاملة في تخصص العلوم الكيميائية رجعت البحرين وأنا لازلت كنت أعمل في لجنة حماية البيئة وما يوسر الدراسة في بريطانيا هي موضوع اللغة اعتبارا أن لغتنا الثانية بعد العربية هي اللغة الإنجليزية بعد ما رجعت من الدراسة للماجستير كنت في بالي أن أكمل الدراسة والحمد لله أيضا توفقت والتحق ببرنامج الدكتوراه واستمر ذلك تقريبا أربع سنوات في نفس الجامعة أنا عملت أول ما عملت في لجنة حماية البيئة كنت أعمل كيميائي يعني مسؤول أو كنت أعمل في المختبر مع عزبا ملاقي لقياس الملوثات البيئية الموجودة في الأوسطات البيئية سواء في الهواء أو الماء أو التربة ثم انتقلت أصبحت رئيس قسم تقويم وتخطيط بيئي لأن تحول هذا القسم في يوم من الأيام إلى إدارة وأنا هنا أحب أن أذكر الفضل أصحاب الفضل الكبير علي في عملي وفي أيضا في متابعة دراستي ابتداء من سعادة الأستاذ جواد سالم العريض الذي كانه الفضل الأول في أن أحطنا بالرعاية وكان مهتم أن نواصل للدراسة أنا وبعض الزملاء ثم معالي الشيخ خالد بن عبد الله أيضا كذلك اهتمامه الكبير وحنكته في الإدارة ولا أنسى أيضا الفضل للأستاذ خالد فخرو الذي تعلمنا منه الكثير عندما كان مديرا عاما للجنة حماية البيئة تعلمنا منه فن الإدارة وإدارة الاجتماعات استمرت في العمل في لجنة حماية البيئة وبعدين في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة ما يعادل تسعة عشر سنة من ثلاثة وثمانين حتى الفين واثنين بعد العمل في المجال البيئة نقلت بمرسوم ملكي أن أكون مدير عام لبلدية المنطقة الشمالية كان ذلك الوقت نظام بلدي جديد في البحرين فأنا كان لي شرف أن أعمل أول مدير عام لبلدية المنطقة الشمالية في ذلك النظام البلدي الجديد نحن كنا خمس بلديات بلدية المنطقة الشمالية من الناحية الجغرافية والسكانية هي الأكبر عملت في هذه البلدية مدير عام لمدة سبع إلى ثمان سنوات ثم انتقلت مدير عام إلى بلدية المنطقة الوسطة عملت فيها أيضا هي ثاني في الحجم والسكان ربما تكون ثاني منطقة أنا قريض لي ربما شيء غريب من مفارقات أن أعمل دائما في مؤسسات حديثة الإنشاء كلية حديثة الإنشاء البيئة حديثة الإنشاء البلديات أيضا حديثة الإنشاء فهذا يعني أتاح لي فرصة أن أساهم مساهمة مباشرة في وضع النظام ووضع القوانين ونضع الأسس والترتيبات الإدارية لهذه المؤسسات العمل في البلدية عمل مهم أساس خدمة الناس فبيجيك الفقير والمليونير لازم تقدم للخدمة للاثنين على نفس المستوى وهذه النصيحة أو التوجيه بقى في ذهني إلى اليوم عملت في البلديات البلديات الثلاثين ما يقارب 12 سنة من 2002 إلى 2014 الفترة الفاصلة بين عملي في مجلس الشورى أو نقلي إلى مجلس الشورى إلى إلغاء المحافظة الوسطى كان تقريبا شهرين أنا كنت عملت لمدة 19 سنة في البلدية وقبل 19 سنة في البيئة وهو كل عمل تنفيذي عمل تنفيذي علمي إداري وصنع سياسات وإجراءات وإلى آخره عندما تلقيت الخبر باتصال من الديوان الملكي أن أكون عضو في مجلس السورى طبعا لم أملك للترحيب لأن العمل في خدمة الوطن في أي مجال يكون هو محل ترحاب ويجب أن يكون محل استعداد كان جزء من عملي لما كنت اشتغلت في البيئة والبلدية كنا مهتمين جدا بإعداد القوانين أنا كان عندي اهتمام شخصي بهذا الأمر العمل كنت مستعد إليه جدا في أن أعمل في مجلس الشورى باعتبار عندي خلفية قانونية بالممارسة وليست بالدراسة بطبيعة الحال أنا عملي السابق كان كله ينحصر أو معظمه قلنا نقول ينحصر في مجال الاهتمام بمرافق الدولة سواء كانت إسكان بلديات مواصلات كهرباء الخدمات التي تتعلق بالمرافق العامة الشهادة الدكتوراه في البيئة ربما أكون أول واحد يحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم البيئة في البحرين وركزت على شيء مهم أثناء فترة رئاستي للصندوق أن نهتم بالإضافة إلى تقديم المساعدات والبحث عن موارد مالية إلى المحتاجين كنت ركزت أكثر من الدورات السابقة على موضوع التعليم والتدريب لأن أنا شخصيا مهتم بهذا الموضوع كنا نحاول أن نساعد الناس أن يتعلمون ويتدربون على أمور تفيدهم في حياتهم لأن الإنسان عندما يصبح لديه وسيلة وسيلة العلم أو التدريب يصبح قادر على دخول معترك الحياة كنت أيضا من المؤسسين لهذين الناديين نادي خريجي بريطانيا ونادي خريجي جامعة البحرين نحن لاحظنا دائما نكون في أول الأشياء هذه الهيئة أول ما أؤسست كنت أنا في أول مجلس إدارة وكان برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وفوجه له من هذا المنبر الشكر الجزيل على ترشيحي أن أكون في مجلس الإدارة هذه الهيئة المهمة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي تعنى بتقييم المدارس الحكومية تقييم الجامعات وتقييم مدار المعاهد التدريب أحب عموما أحب الفن بجميع أنواعها عندي ميول فنية أدبية من ضمن ما أهوى أهوىها بكثير اللغة العربية أحرص دائما أن أجيد اللغة العربية إيجادة تامة لا أحط عليه فيها هذا أمر بالنسبة لي أساسي وأهوى الطبخ أهوى الطبخ لكن أمارسها بشكل منتظم دائما في البيت أحب أطبخ أنا أهوى أهوى الطبخ أعجب أن المدام أعجب أنها الوضع أنك تطبخ لا شك أن المدام والأولاد يحبون ما أقوم بطبخه سفر شمالا وغربا أهوى دائما سفر إلى أوروبا وبالذات بريطانيا أهوى بريطانيا باعتبار من بقايا الدراسة هذا البلد جميل أنا في اعتقادي من أجمل البلدان في العالم شكلا ونظاما هي بريطانيا كنت زمان أحب القاهرة القاهرة يعني هي المدينة العربية الأكبر جمهورية مصر العربية القاهرة فيها دائما الشيء الذي يجذبك إليها التاريخ العريق وطيبة الناس وعراقة الشعب المصري أنا كنت أركز وأتمنى من كل عضو أو كل شخص يحاول أن يرشح نفسه سواء لمجلس النواب أو المجالس البلدية أن لا يبالغ في دعايته الانتخابية أن يتكلم بما يستطيع تحقيقه لا أن يحلم بأشياء كثيرة تتعارض مع كل الإمكانيات لتطبيقها أو تتعارض حتى مع القوانين الموجودة لتطبيقها